اشتركوا في القناة وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشعب بشماله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا فطوات الشيطان ومن يتبع فطوات الشيطان فإنه يأمر بالفشع والمق ثم إن الشيطان يفرح يفرح إذا أكلت بيسارك لأنك تكون متبعاً لا مخالفاً للرسول عليه الصلاة والسلام تصور المسلمة هي إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحاً أكبر من كونه فعلاً يفرح بأنك وافقته وخالفت من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خالفته في هده القون والفعل فالمسلمة ما هي هيئة ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العام إلى هذا كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار يقول الله ما نخشى أن نوصح الكاس الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن أوراق ما يشربها بعدك خلتها تتلوث ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان هنا زجاج يمكن تمسكها في أسفلها في أسفلها بين السباب والإبهان وتشرب ثم قدر أنه ما أمك ولا هذا وإذا تلوثت فتوصل ما هي مشكلة لأن مدام عرفت أني حرام وأني أكسب إثما بالشرد جهة فالحرام لا يوجد إلا للضرورة إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها بالجسار انتهت الحاجة لك ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا أنا تجربتها بنفس أمسك الكاس من أسفل وليه تلوث ثلاث ثم إذا تلوث خلال المرة تبقى خمس دقائد يزيد عليه التغسير المرة سهل وكذلك الأخضر الذي أعطى بالشمال هذا أيضا خلاف السنة قد نهي عنه لكن هل في قول العلماء أنه جائز؟ هل في قول بعض العلماء بعض العلماء يرى الكراه ونبني أخي أنا تنصح فانت غيرك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء العلماء يخطؤنا في الفهم إن بلغهم من الدليل قد يخطؤنا في الفهم وقد لا يبلغهم من دليل ربما يكون دليل خفيا ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطعون؟ أما تعلم أنه حديث الطعون لما أقبل عمر على الشام قيل له أن الشام فيه طعون هو قف وجعله يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجيين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة وكلهم ما علموا بالحديث لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم وكان عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا حدثهم بهذا الحديث كل الصحابة أخذ في عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون كيف عاد بعض المشار الأمة فالعلماء لا ينبغي أن نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقول هل فيه خلاف ألم يقول بعض العلماء بكذا إذا كان الرسول قال لنا هل كلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله وأشرب بشماله إنها الموضوع لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي رسول أم غوية الشيطان ماذا يقول هدي رسول ولو نسأب بها لا لو نسأب أقول اتق الله ابن عباس رضي الله عنه يقول أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السنة أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر ومن العلماء عند أبي بكر وعمر وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبو بكر وعمر يرسل وقال اقتدوا بالذين من ذادي أبي بكر وعمر منصوص على الأخذ برأيهما فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل أنا حجارة من السماء كيف هذا الغير ولذلك يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال الرسول كذا وكذا قال هما بخلاف سبحان الله المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه لكن أنا غير معذور وليس إذا عذر المتبوع يعدر التالي سبحان الله أحد الواقع الواقع ترجمة ن beige